هذا البرج هيبقى مليونير وهيودع عيام الفقر للأبد سيدة الفلك نيفين أبو شالة تكشف عن هوية ملك الأبراج في 2024 والشهور القادمة أول حاجة قالت كلمت فيها عن برج الأسد وقاتها هتكون بداية له خير يعني هتكون بداية خير له في 2024 وكمان هيبقى قدامه مزيد من الفرص والأموال ومع زادة فرص لزيدة الدخل ودخول عالم المليونيرات وفق زعمها وقالت كمان أن بنسبة لبرج الحمل في أول أربع شهور للحمل هيكون مرتاح مديا بعد كده يتعب لمدة شهرين فقط